خلاف بين السعودية وحليفتها التقليدية الإمارات حول تمديد اتفاق خفض الانتاج من النفط أظهر منعطفاً سلبياً اتخذته العلاقة بين الدولتين خلال الأشهر الأخيرة بسبب المواقف المختلفة والتي تتعلق بشأن ملف اليمن وحسابات جيوسياسية وكالة رويترز رصدت انتقادات عدد من السعوديين لدور الإمارتي في اليمن وصفة تلك التعليقات بأنها تحرك نادر يعكس التوتر السياسي والاقتصادي بين الحلفين الخليجيين ما أدى لمواجهة علنية حول السياسة النفطية السعودية بحسب الوكالة تحاول احتواء صراع على السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً فيما يقول المحللون إن التنفس الاقتصادي المتنامي يكشف عن خلافات بين السعودية والإمارات وضعف التحالف الإقليمي بينهما بعد أن بارزت المصالح الوطنية إلى الواجهة الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية سينزيا بيانكو قالت إن التوترات بين السعودية والإمارات كانت تتزايد منذ فترة طويلة معتبرة أن الدولتين تعيدان تقييم ميزان القوى في علاقاتهم الثنائية بما ينطبق على الساحة الإقليمية والدولية مراقبون يرون أنه إذا لم تساعد أبوظبي في تنفيذ اتفاق الرياض المتعلق بأزمة جنوب اليمن فستظل العلاقات السعودية الإماراتية تحت الاختبار فيما تبدو الرياض وأبوظبي أمام مواجهة اقتصادية شرسة بعد بدء الأخيرة بالرد على الخطوات السعودية التي تهدد مكانة الإمارات الرياضية في الخدمات والسياحة